موسيقى أنني أأمل بأنه صوف لا تندي سنوات قليلة إلا وتصبح مهرجنات بعيدة من المهرجنات العالمية إذا كانت مهرجنات بعلباك الدولية بخير لبنان أكيد بخير جملة كان يطلقها الرئيس كاميل شمعون في كل صيف لدى وصوله لافتتاح مهرجنات بعلباك الدولية أن تحتصر أكثر من ستين سنة من الإبداع في المهرجان الأعرق في الشرق أمر صعب لبل مستحيل مهرجنات بعلباك الدولية المصنع الأساس لكل الأعمال العظيمة والعالمية ولا نبالغ إن قلنا إنه قبل مهرجنات بعلباك الدولية كان تراثنا اللبناني في سباة عميق إلى أن جاءت هذه المهرجنات وأيقفته فوقفت فيروز وصباح وديع الصافي ونصر شمس الدين وعاصي ومنصور وأعادوا للبنان ذاكرته الجماعية والتراث اللبناني من سنين العز اللي عشناها والجمال كان كل السنين اللي عملنا فيها بعلباك كان لبنان بأهم المرحلة الجمالية والحياتية وبعلباك هو أساساً مكان تاريخي مهم الغنية فوق بيتغير أحساسها ببعلباك الوجود ببعلباك مهمة كتير بيضيف كتير على الفن بيعطي بيوحي وبيضيف على الإنسان بيحس حاله بمكان في ناس كتير في جمال كتير مرأ قبله هذا بيغني كتير والوجود والفن بعد أن كان للمهرجانات طابع غربي مئة بالمئة مع الانطلاقة الأولى فمع الأخوين رحباني وروميو لحود أصبحت الليالي اللبنانية محطة ثابتة وأساسية من ليالي صيف لبنان أولاد الرحباني مع فيروس وكانوا عاملين بقلقة بعلباك أيام فخدين وكان شغل فعلا رائع والبس يلي كان رائع أكتر هو صوت فيروز يلي سفرتنا للنجوم مثل ما بيقول سعي العقل كان أروع ملكة بعد فيروز يجد صباح جسر الأمر جبال الصوان لبع البكية فخر الدين نطورة الانفتيح الشلال دوليب الهوى والألعة أعمال لا تزال تسكن الذاكرة الجماعية وأعمال نستمع إليها كل صباح نورياف بجار المسرح الكلاسيكي الفرنسي الفراق الأمريكية المسرح البلجيكي أم كنسوم أسماء عظيمة طبعت مهرجنات بعلباك الدولية وجعلت من هذه المهرجنات عمودا فقريا في السياحة اللبنانية بعلباك مدينة الشمس تنتظر كل اللبنانيين لأن الوجود هذا الصيف في بعلباك مهم جدا والهدف الأول هو أننا لنزال بلد يصدر الثقافة والحضارة والوجود في بعلباك أمر مهم جدا بأننا سنبقى هنا نرفع لواء الخضارة والفن واستبقى بعلباك عنوانا جامعا للبنان كل لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر